نشوف كده التقرير الأول عنوانه إيه؟ التقرير بيتكلم أنه في ظل الأزمات المتوالية اللي بتعصف باقتصاد العالم فمصر انتهجت نهج اسمه نهج العدالة الاجتماعية أو مظلات الحماية الاجتماعية النظارة الرمادي ضاء أسكت مش أنا سيطة النظارة الرمادي بتاعتي في العراق بقى عندي النظارة الزرقاء إيه المهم؟ طيب سياسات العدالة الاجتماعية ومظلة الحماية الاجتماعية بتاعة مصر كانت شكلها إيه؟ وبقت إيه؟ زي ما كنت بقولك وإحنا كنا فين؟ وبقينا فين؟ العنوان حتى بتاع مركز المركز الإعلامي اللي تابع لمجلس الوزراء بيقول أين كنا وكيف أصبحنا؟ حيلو تعالي نخدها في السريع ووحدة ووحدة بس هنعتمد هنا على البنك الدولي وعلى الأمم المتحدة وعلى صندوق النقد ده ما بدي أين؟ تعالي نشوف كده أول سلايد إحنا بصين عليها إزاي؟ كنا فين؟ وبقينا فين؟ أين كنا؟ وكيف أصبحنا؟ بص يا سيدي أول حاجة أيوة بص يا سيدي يقولك إيه؟ إحنا في البنك الدولي برنامج الحماية الاجتماعية ده التوصيف بتاع البنك الدولي تحديدا ده مش توصفنا فبيقول يا جماعة مصر محتاجة ده الكلام ده كنا زمان كانت كلامه زمان بيقول مصر محتاجة لتصميم هيكل وبناء كف لتقديم خدمات الحماية الاجتماعية ليه؟ لأنه الفئات الأكثر احتياجا محتاجة ده وبشدة ده كلام البنك الدولي طيب البنك الدولي النهاردة بيقول لنا إيه؟ أو في 22 قال لنا إيه؟ قال لنا إنه برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري خد بالك ما قالتش إصلاح وسكن لا ده قال لك وتوسيع خد بالك بقى نطاق برامج الحماية الاجتماعية اللي شملت شبكات الأمان الاجتماعي وكميات السلع الغذائية على البطاقات بتاعت التموين أو إنه برنامج زي تكافل وكرامة أو إنه يبقى في عندنا التحولات النقدية اللي ما بين أكبر الاستثمارات لتنمية رأس المال البشري أصبحت واقع ملموس ده كلام البنك الدولي طيب كلام الأمم المتحدة ما كانش مختلف قال لك مصر لازم تعمل تقدم وتنمية في مسألة دعم الفئات الأكثر احتياجا طيب الأمم المتحدة هي هي قالت إيه في 22 يعني الكلام ده كان زمان وزمان ده ده وإحنا لسه بنقول صباح الفل جمهورية جديدة يعني 14 و15 وما إلى ذلك فمصر تيجي تقول لك لا أسف الأم المتحدة تيجي تقول لك يا على مصر قال لك إنه مبادرة حياة كريمة دي سهمت في تحسين الظروف الاجتماعية بتاعة المجتمعات الريفية والأكثر فقرا يعني اللي هتسمعه عند الإخوة نحاول حياة كريمة كذب أنا هقولك صدقني يا عم سيبك مني أنت مصدق الأمم المتحدة ولا لأ هيجملون الأمم المتحدة ما يجملون ياشي يجملون ليه أنا من الناس التي لزلت مقتنع عن المجتمع الدوي أصلا لو عليه ما يسيب لكش قومة بس الواقع الواقع ما فيهوش مدارع يعني ما تقدرش تخبي ينفع تغطي نور الشمس ما ينفعش ينفع تغطي إنه دلوقتي نهار أو دلوقتي ليل ما ينفعش الواقع بتا حياة كريمة بيقول كده إنه اتغيرت حياة الناس في الأرياف اتغيرت للأحسن ده تقبل الأمم المتحدة طب شوف صندوق النقد بيقول مصر محتاجة لتنفيذ سريع لخطط إصلاح النظام بتاع الدعم وتدبير أموال أو مالية لازمة لتوفير قاعدة مالية كافية كلام كبير جدا من الآخر صندوق النقد بيقولك يا جماعة خدوا بالكو أنتو عندكو فئات أكثر احتياجاً وفئات شديدة الفقر محتاجة دعم مباشر وضروري ساعدوا الناس دول فتشوفهم في 22 بيقولوا إنه الإجراءات اللي خدتها مصر لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للفئات اللي محتاجة ده أصبحت حقيقة وساعدت على امتصاص الأزمات الاقتصادية الدولية تعال نشوف اللي بعده اشتركوا في القناة